اليوم سنتحدث عن سوق عكاظ هل تعرفون ما هو سوق عكاظ؟ سنتعلم في هذا الفيديو هيا نبدأ إذن ما هو سوق عكاظ؟ سوق عكاظ هو سوق قديم من الأسواق العربية القديمة ظهر قبل الإسلام وكان يقام في الطائف بالقرب من مكة بالقرب من الحرمين الشريفين في القرن السادس ميلاديا وبالتحديد في شهر ذو القعدة شهر ذو القعدة هو الشهر ما قبل الأخير في التقويم الهجري وكان يقام قبل موسم الحج كان العرب قديما يجتمعون في نفس المكان كل عام لمدة 21 يوما للبيع والشراء يبيعون ويشترون البضائع مثل كان سوق عكاظ يشبه السوق الحرة وكان من مميزات سوق عكاظ أنه يحظى بالأمان يعني أنه سوق آمن لأنه يقام بالقرب من مكة في الشهر الحرام ما هو الشهر الحرام؟ الشهر الحرام يعني الشهر الممنوع القتال فيه يعني ممنوع الحرب في هذا الشهر ولا توجد حاجة لاستئجار الحراس من أجل الحماية وهو كذلك ليس تابعا لأمير أو ملك سوق عكاظ ليس تابعا لأمير أو ملك يفرض الضرائب على الناس سوق عكاظ كان مليئا بالبضائع من كل مكان بضائع من اليمن وبضائع من فلسطين عمان البحرين ولكن أهم ما كان يميز السوق هو قول الشعر كان الشعراء يجتمعون لإلقاء أشعارهم وخطبهم في السوق كان في السوق مضمار للفروسية والمبارزة الفروسية هي رياضة ركوب الأحصنة أما المبارزة فهي القتال بالسيف أو القتال بالسيوف من أكثر الشعراء شهرة من أكثر الشعراء المشهورين عنتر بن شداد والخنساء وإمرء القيس توقف سوق عكاظ ما بين عامي سبعمائة وسبعة وأربعون والعام سبعمائة وستة وأربعون وتوقف السوق لمدة ألف وثلاثمائة عام حتى أعيد إحياؤه مرة أخرى عام ألفين وسبعة الآن السوق موجود ويأتيه الناس من كل مكان في العالم يرتدي الناس في السوق الجديد الملابس العربية القديمة ويوجد في السوق الكثير والكثير من الفعاليات والمسابقات في الشعر الخط العربي الرسم التصوير الأعمال الحرفية في الختام سوق عكاظ لم يكن سوقا عاديا بل كان سوقا سياسيا تجاريا وأدبيا وترك لنا هذا الإرث الثقافي الجميل هل ترغبون بزيارة سوق عكاظ أخبروني في التعليقات شكرا على المشاهدة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر